تظاهر ألاف من رجال الأمن والشرطة في العاصمة البرتغالية لشبونا ضد إجراءات تقشفية من المقرر اعتمادها خلال العام الجاري ويترتب عنها اقتطاعات في رواتب هذه الفئة من العمال المتظاهرون اشتبكوا مع قوات الأمن بعد أن حاولوا اقتحام البرلمان ما أدى إلى إصابة متظاهر وعنصر أمن أنا أعمل منذ 27 عاما والتغييرات لا تتوقف أن تتفكر فقط في عملك تعمل وتنام وفي النهاية تحصل على راتب لا يكفي حتى لتزديد الضرائب يقول وحد المتظاهرين الرجال الأمن في البرتغال يتظاهرون للمرة الثانية بعد أن طالبوا بتحسين ظروف عملهم لسيما وأن الإجراءات التقشفية المتبعة في البلاد مست بدرجة كبيرة عمال القطاع العام ترجمة نانسي قنقر